اشتركوا في القناة وإطارات التدريس يعرفون عن ارتياحهم للمواضيع وللظروف الصحية التي انعقدت فيها انتلاق أشغال مؤتمر برلين 2 لتثبيت الاستقرار في ليبيا وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة منها وتونس تواصل حجد الدعم للدولة الجارة أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذا الموعد الإخباري ونستهله بتطورات الوضع الوبائي في تونس فقد وصف عضو اللجنة العلمية أمان الله المسعدي بأن الوضع قد ينبئ بتسونامي كوفيد قد يجتاح تونس وأن الوضع داخل عدد من الولايات دقيق جدا مع ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات في مستشفيات قاربت طاقة استيعابها القصوى أو تجاوزتها يتسارع عداد الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا بنسق قد يكون الأخطر منذ انتشار الوباء في البلاد فالوضع قد ينبئ بتسونامي كوفيد قد يجتاح تونس كما وصفه عضو اللجنة العلمية أمان الله المسعدي وضع تنقل جزء منه الأرقام التي سجلت 105 حالة وفاة و2345 إصابة جديدة مكتشفة حسب آخر حصيلة لوزارة الصحة لتبلغ بذلك نسبة التحاليل الإيجابية 31.63% نسبة تجاوزت 60% في بعض الولايات الموبوءة فولاية القيروان وباجة وسليانة وزغوان تعيش وضعا حرجا وربما تلتحق بها ولايات أخرى على غرار ولاية نابل التي تشير مختلف المؤشرات الصحية إلى تواصل تفاقم الوضع الخطير بعد أن بلغ معدل الإصابات اليومية 140 إصابة ومعدل ثلاث وفايات يوميا حسب والي الجهة محمد ريدامليكا الذي قال إن الوضع الصحي دقيق جدا وإذا تواصل نسق الإصابات ولم تكسر حلقات العدوى فإن إدراج ولاية نابل ضمن قائمة الولايات التي يطبق فيها الحجر الصحي المشدد وارد جدا ولاية منوبا هي الأخرى تشهد ترد في الوضع الوبائي لتلتحق بالولايات ذات الوضع الخطير بعد بلوغ نسبة حدوث العدوى بفيروس كورونا 341 إصابة على كل 100 ألف ساكن وهو ما تم على إثره أخذ قرارات بمنع استعمال الفضاءات الداخلية للمقاهي والشيشة ومنع جميع الاحتفالات العامة والخاصة للحد من انتشار الوباء قتامة المشهد تتواصل إذن في جهات البلاد على اختلافها تنقلها الصور والمعطيات والأرقام فالوباء لم يعد يستثني أحدا عائلات بأكملها تصاب بالفيروس كما هو الحال في منطقة الرويسات بمعتمدية شبيكا من ولاية القيروان حيث تدخلت وحدات الحماية المدنية في ساعة متأخرة من مساء أمس لنقل عائلة مصابة بالوباء من بينها رذيعة وشخص من ذوي الاحتياجات الخصوصية بعد تعكر حالتهم الصحية تدخل يتكرر يوميا وقد يصعب القيام به في مناطق عدة جراء ضعف الإمكانيات اللوجستية والبشرية أمام منظومة صحية منهكة ومستشفيات قاربة طاقة استيعابها القصوى أو تجاوزتها كلنا نسجلوا ونمنعوا شعار حمله شباب من ولاية المونستير ليجوب عددا من الأحياء تابعة لهذه الولاية وأخرى تابعة لولايات سوسا ونابل وبنعروس وتونس من أجل التوعية بأهمية التلقيح والتسجيل بمنظومة إيفاكس في هذا التقرير نقدم فكرة عن هذه القافلة التوعوية شباب يجوب البلاد على متن درجات هوائية ذمن قافلة تحسيسية متنقلة شعارها كلنا نسجلوا ونمنعوا غايتها حثوا المواطنين على التسجيل بمنظومة التلقيح إيفاكس نحب أن نعيوا العباد نحب أن نقنعوا العباد لكي يسجلوا في التلقيح نحب أن نقنعهم معناتها بشي اللي تلقيح هذكا مش ينفحهم مش يحمهم الكورونا لازم معناتها نقنعهم حبيت نشارك في التظاهر هذه بش نعاون برش عباد عندها فكرة أخرى أنه الفكساء عنده مخالفات تخلي معانتها الإنسان يمرض بأمراضه هو مش مريض بها حبينا نحيو الفكرة هذه من المخاخ برش عباد حبينا نعاون برش عباد بالخص اللي عندهم الفئة عمورية من 50 عام إلى 60 عام ولي عندهم أمراض مزنة خاصة ولقينا الحقيقة درجة وعي كبيرة من قبل المواطنين ما يكونوا يشون تخيبوا بشي قوى بالحق المواطنين يحبوا لقفة ما يحبوا يسجلوا بالحق كمية نسبة كبيرة برشة المبادرة لدار الشباب بشرحيل من ولاية المونستير عضدتها وحدة تنشيط الأحياء غاية وهدفا تحت إشراف منذوبية الشباب والرياضة وتستهدف الحملة الولايات ذات الكثافة السكانية العالية والتي ستمر بها القافلة من أجل تسجيل ألف مواطن بمنظومة التلقيح الوطنية إيفاكس تهدف القافلة إلى تحسيز 10 ألف مواطن بأهمية التلقيح إلى جانب تسجيل ألف مواطن في منظومة التلقيح إيفاكس بوينتين حسسنا 3 ألف مواطن وسجلنا قرابة 250 في منظومة إيفاكس بوينتين الحمامات ونابل وإن شاء الله تغد جرنباليا والمروج والاختتام إن شاء الله سيصير في شرع الحبيب بوركيبة بتونس العاصمة نهار الجمعة 24 مايو تظاهرة تنشطية تحسيسية تهدف إلى الترفيع في عدد الملقحين ضد فيروس كورونا وتهدف في بعضها الآخر إلى تكوين شباب قيادي يستعان به زمن الأزمات في آخر يوم من أيام امتحانات البكالوريا في دورتها الرئيسية رصدت كاميرا الأخبار تفاؤل في صفوف التلاميذ وأساتذتهم واستبشار بالنتائج في ذل سنة دراسية صعبة مر بها بسبب جائحة كورونا رغم ظروف الصحية الصعبة التي مرت بها البلاد وما رفقها من تعثر في السنة الدراسية بسبب جائحة كورونا استبشار تلاميذ البكالوريا بنتائج جيدة بعد أسبوع من الامتحانات التي اعتبروها في المتناول والله إلي بس نباكسيونس لامتحانات الحمدولة في المتناولة والمشخيبين وإن شاء الله ربي معنا في الكوريكسيون معنا في الإيكونومي صعبة جسيون كيف كيف والمات كيف كيف فهمت معنا الماتيغ معنا دوباز معنا الكيكة معنا كل المسيلي معنا أكثر امتحهم صعبة فهمت سامبل خير من من إسمات أنت عمنا وخطرنا جديد إيكونومي و جسيون وكونسيونس لونك من إسماء قالوا خير خير من عمنا جمعة به الحق تعديوا بهين وإن شاء الله بنجاح أنا بكمات والله الحمدول إن شاء الله لباسو كهو وياحدي ما يتفعل فهم حاجات مش متوقع كيف درس تونس في العشرين في التاريخ كيف برشا 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 حاجات ما كونش متصورينهم جيبوا لنا لكثري على أول العام مش على آخر كينوا جيبونا ديبافيت ما كينوا معنا مسادينا بالقدير الأساتذة بدورهم ورغم بعض التخوفات من الوضع الصحي إلا أنهم عبروا عن تفاؤلهم بالنتائج خاصة وأن الامتحانات كانت ملائمة للدروس المقدمة وسط العام الدراسي جيكرا معنا كونديسيون سفال الحقيقة سورتو مع تليمذة أحنا بركة لخايفين خاطر فما ديكا من نجموش نقرروا أسكو هيدوكم مرضى ولا مش مرضى الحقيقة كأكسبسيوني السناء الباك مش حتى عمنا ومشكيمة عمنا وخاطر عمنا والإبيديمية بدأت تطيح السناء أو كنت خيخ هيدو فالمات كان في المتناول باهية هذا واحد منها عجبنانا قري تلمينا في السنين منزاسيس عندي قداش من سنين عندي قري تلمينا في السنين منزاسيس للسياد حلوين على الأخر ما لي عاست من الأول للأخر شوف لي في متناول التلميذ يمكن مع معناتها الثمانين بالمئة التلميذ يخرج من القسم فرحان في متناول التلميذ المتوسط لقيتهم مرتاحين ظروف باهية ويذكر أن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا سيتم الأعلان عنها يوم الأحد الرابع من شهر جوليا القادم يعاني مركز ترفيه الطفل والعائلة بالمهدية الذي يكاد أن يكون المتنفس الوحيد لأهالي المهدية يعاني من عدة نقائص ساهمت في تراجع نشاطه هذا وأعلنت السلطة المعنية تطوير ودعم مثل هذه الفضاءات الترفيهية بالجهة مركز ترفيه الطفل والعائلة بالمهدية الفضاء الذي يكاد يكون المتنفس الوحيد للأهالي للتنزه في ظل غياب مرافق مماثلة للترفيه فضاء رغم أهميته وموقعه المطل على البحر يعاني من الإهمال بسبع عديد النقاص مساهمة في تراجع نشاطه المتنفس الوحيد يقول لي سمحني غابة غابة وليس معناك يقولوا مهمل ثاني خير منه حتى الأشجار ماتت حتى القزوم مات حتى مهمل وعساس واحد برك ميجيش قلش يزوز عساسة بالنسبة لي ولدواء نقص ينارف ولو ستة بتاع العشقية الخمسة في الشتي دنيا دلمة ميجي حتى حد لصغار وعننا نقصين ألعاب والله يعني مشكلة كبيرة في المهدية الصغار ما عندهمش في النية حوس لعننا أنشطة معناتها مقدمة للأطفال الصحيح والأولياء الصحيح لكن مش بالجدوى ومش بالإشعاع اللي يلزم اللي يطلبه معناها الفضاء هذا لعدة أسباب الإمكانيات المادية معناها التهيئة الناقصة معنا شي مثلا ملعب مهيئة عنا أطفال توصل بالعشرات وما تلقاش ملعب مهيئة تلعب فيه هذه دروف خلاته قل برشة من نشاط وخطر معاش عنا الأمكان والفضاءات الملائمة اللي تستجيب لحاجاتك الطفل هذك وتضمن سلامته وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن إيمان هوي من لدزيرتها إلى ولاية المهدية والطلاعي على بعض المؤسسات صرحت بأن الوزارة ستعمل على التطوير ودعم مثل هذه الفضاءات منتزه جميل في موقع جميل يقدم في خدمات كبيرة وجليلة لفائط الأطفال ولفائط الأسرة التونسية الفضاء هذا صحيح على جماله وعلى موقعه يشكو صعوبات يعني لأنه الصعوبات هذه حالة دون أنه يقدم الخدمات كما كانت تتقدم قبل فترة الكوفيد وقفنا على صعوبات هذه سجلناها وإن شاء الله مع رئيس البلدية بيش نعملوا جلسة عمل فنية حتى نتخطاه هذه الصعوبات وبيش نرصد الاعتمادات اللازمة بيش ندعم هذه الفضاء كما رصدت اعتمادات بقيمة 300 ألف دينار لتهيئة وصيانة مركز الطفولة بمنطقة برج الراس قال البرنامج كبير معناها على مستوى النهود بهذه القطاع هدايا تقريب أكثر من 3 مليارات مرصودة اعتمادات لصيانة المؤسسات هذه كنا في مركز الطفولة برج الراس مرصودة 300 ألف دينار كيف كيف مليار واش في السويسي في إطار الفضاء المرأة والأسرة وفي انتظار إنجاز هذه المشاريع الخاصة بفضاءات الطفولة والعائلة يأمل أهل المهدية أن تحظى هذه الجهة بمراكز تنشيط والترفيه جديدة قادرة الاحتضان الأطفالي وسقل مواهبهم في مختلف المعتمديات في أخبارنا العربية والدولية انطلقت في العاصمة الألمانية برلين اليوم أعمل مؤتمر برلين الثاني بشأن ليبيا لتثبيت استقرار البلاد وقد استبقت ترابلس المؤتمر بالأعلان عن مبادرة بشأن العملية السياسية في ليبيا وتشارك تونس في فعاليات المؤتمر ممثلة في وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجراندي الذي توجه أمس إلى برلين بدعوة من وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية كما يشارك في الملتقى مسؤولون رفيعوا المستوى من كل من ليبيا والجزائر والمغرب ومصر وتركيا والإمارات العربية المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وسويسرا وهولندا والمملكة المتحدة وروسيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصين والولايات المتحدة بالإضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية أصعب العقبات التي تواجه محادثات السلام الليبية تطرح اليوم على طاولة النقاش في مؤتمر برلين الثنين الذي تصطدفه العاصمة الألمانية برلين والأمم المتحدة بمشاركة الدول الرئيسية المعنية بالملف الليبي ويناقش المؤتمر نتائج العملية السياسية التي تحققت منذ مؤتمر برلين والمراحل المقبلة لفرض استقرار دائم للوضع الليبي وسبول إنهاء التدخل الخارجي في الصراع وإخراج القوات الأجنبية وهو التحدي الأبرز أمام موفود الدول المؤتمرة في ظل تواصل تمركز نحو 20 ألف مرتزق أجنبي في البلاد منذ ديسمبر 2020 وفق تقديرات الأمم المتحدة ومن المنتظر وفق ما يروج في كواليس المؤتمر أن يدعو البيان الختامي إلى انسحاب متناسق للقوات الأجنبية من ليبيا ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان ويحظى ملف خروج القوات الأجنبية من ليبيا بتوافق أمريكي ألماني كبير بدى واضحا في تصريحة وزير الخارجية الألماني هيكو ماس ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين في مؤتمر صحفي عقداه قبيل انطلاق المؤتمر وأكد فيه أن الأهداف المشتركة للبلدين في ليبيا تتلخص في ضمان مغادرة القوات الأجنبية واستمرار وقف إطلاق النار وإجراء الانتخابات وقبيل انطلاق فعالية المؤتمر الذي يتوصل يوما واحدا أعلنت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش مبادرة تحت اسم استقرار ليبيا ترتكز على بنود خارطة الطريق التي قررها ملتقى الحوار السياسي الليبي وتهدف المبادرة وفق تأكيدها إلى ضمان أن يأخذ الشعب الليبي لأول مرة انزمام الأمور بيده وأن يقود العملية السياسية بمساندة الدول الداعمة له بالإضافة إلى توحيد الجيش الليبي تحت قياتة واحدة وتفعيل قرار وقف إطلاق النار ووضع برنامج زمني واضح لانسحاب القوة الأجنبية والمرتزقة مبادرة يعول عليها الليبيون للحصول على دعم المجتمع الدولي لوقف الصراع المستمر منذ نحو عشر سنوات وأحلال السلام في هذا البلد سلام سيؤدي إلى تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة ليس فقط لليبيا ولكن أيضا لدول الجوار وفق نتائج دراسة قدمتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا وبيّنت اللجنة في هذه الدراسة أن التطورات الإيجابية الأخيرة التي تشهدها ليبيا ستترجم إلى ارتفاع في معدلات النمو الاقتصادي وزيادة في الاستثمارات وخلق فرص عمل داخل ليبيا وفي البلدان المجاورة خاصة مصر وتونس والجزائر والسودان في ظوء ارتباط اقتصادات هذه الدول بالاقتصاد الليبي أكد رئيس زراء إيطاليا ماريو دراجي خلال لقاء جمعه بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الحاجة إلى جهد أوروبي مشترك لاحتواء الهجرة غير النظامية وتحقيق الاستقرار في ليبيا من جانبها قالت ميركل إن البلدان يتفقان تماما بشأن حل المشكلة مشددة على ضرورة التركيز على البلدان التي يتدفق منها المهاجرون واستبدال الهجرة غير النظامية بالهجرة الشرعية قال وزير الخارجي الألماني هيكو ماس اليوم إن إيران والقواء العالمية تحرز تقدما في محادثات أحياء الاتفاق النووي المبرمي عام 2015 لكن ما يزال يتعين تجاوز عقبات كبيرة تصريح يأتي عقب ما أعلن اليوم في تهران من أن واشنطن وافقت خلال محادثات لإحياء الاتفاق النووي مع إيران على رفع كل عقبات النفط والشحن المفروضة على الجمهورية الإسلامية وشط بأسماء بعض الشخصيات البارزة من قائمة سوداء وقد نقلت وسائل أعلام رسمية إيرانية عن محمود وعذي رئيس مكتب رحاني قوله إنه تم تواصل لاتفاق على رفع كل عقبات التأمين والنفط والشحن التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السابق مضيفا أنه سيتم رفع حوالي ألف واربعين من العقبات التي تعود إلى عهد ترامب بموجب الاتفاق كما تم الاتفاق على رفع بعض العقبات على أفراد وأعضاء في الدائرة المقربة من الزعيم الأعلى في مسودة تقرير للأمم المتحدة حول أزمة المناخ ومشكلة الاحتباس الحرارية الذي يعصف بالكرة الأرضية تم الكشف عن تهديدات صحية كارثية تحذق بملايين البشر الذين يواجهون المجاعة والجفاف والأمراض في غضون عقود بعد أكثر من سنة قلبت فيها جائحة كورونا العالم رأسا على عقب قدم تقرير وضعته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ يتألف من أربعة ألاف صفحة وشارك في إعداده أكثر من سبعمائة باحث قدم رؤية مأساوية للعقود المقبلة في ظل سوء التغذية وانعدام الأمن المائي والأوبئة إذ حذرت مسودة التقرير الأممي من أن عشرات الملايين من البشر سيعانون من المجاعة والجفاف والأمراض في غضون عقود في إطار العواقب الكريفية للاحتباس الحراري على صحة البشر وفي السياق ذاته حذر التقرير من تأثيرات متتالية مثل المحاصيل التالفة وانخفاض القيم الغذائية في مواد غذائية أساسية وارتفاع تضخم التي من المرجح أن تصيب الفئات الأضعف بين البشر هذا وقدم تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الصورة الأشمل حتى الآن لتأثيرات التغير المناخي من المقرر نشره العام المقبل كما توقع التقرير أن ثمانين مليون شخص إضافي قد يواجهون خطر المجاعة عام 2050 وفي تحليله للنقاط الساخنة الناشئة المرتبطة بعواقب الاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة في العالم توقع التقرير أن الظواهر المناخية القصوى التي باتت أكثر تواترا بسبب الاحتباس الحراري ستضر بإنتاج القمح في الكثير من المناطق الحيوي والغاباد التي تمتص ثاني أكسيد الكربون يتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية بحلول عام 2050 بحوالي الثلث ما سيدفع بمائة وثلاثة وثمانين مليون شخص إضافي من ذوي الدخل المحدود إلى حافة المجاعة المزمنة ومن جهة أخرى حدد التقرير بعبارات واضحة المصير المحتمل الذي ينتظر الملايين ممن سيواجهون مشاكل في الوصول إلى المياه بسبب التغير المناخي مبينا أن أكثر من نصف سكان العالم يعانون حاليا من عدم الأمن المائي وتأثيرات المناخ ستؤدي بلا شك إلى تفاقم هذا الوضع هذا أوضح التقرير الأممي أن تأثيرات التغير المناخي ستؤدي حتما إلى إنهاك الأنظمة الصحية بشكل أكبر ولفترة أطول بكثير وقد كشف وباء كورونا هذا الواقع وجعل تصدعات في الأنظمة الصحية واضحة للغاية في أخبار الرياضة أعلن الاتحاد الدولي للجدو القائمة النهائية لمصارعي ومصارعات الجدو المتأهلين إلى أولمبياد توكيو وضمت القائمة النهائية الرسمية المصارعتين التونسيتين نهال شيخ روحو في وزن أكثر من 78 كيلوغرام والتي جمعت 5065 نقطة في مسار الدورات التأهيلية وغفران الخليفي في وزن 57 كيلوغرام المتأهل من باب الحصة المخصصة للقارة الإفريقية في وزنها والتي جمعت 1372 نقطة فيما سيغيب الجدوى التونسي عن منافسات الرجال في أولمبياد توكيو وفي أخبار الثقافة ومع اتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية عشى زوار قسم الواقع الافتراضي في الدورة الثالثة لمهرجان جابس سينما فن تجربة فريدة من نوعها تجمع بين إمكانيات جديد التكنولوجيا وجودة الأفلام وتنوع مضامينها تتواصل بقابس فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان جابس سينما فن قسم سينما الواقع الافتراضي الذي يميز هذا المهرجان يعد من الأقسام الناجحة في هذه التظاهر السينمائية الكبرى تجربة أول مرة معنا اكتشفها فريدة لحق من النوع وفي نفس الوقت ممتعة تجربة مختلفة على تجربة تتفرج في فيديو عادية لأن تكون تتفرج في فيلم على يحكي على التصحر فيلم لك تشاد بحيرة تشاد يعني أنت موجود مغير ما تكون موجود أنت موجود كانك شبح في الفيديو أنني كنت موجود في وسط العبات في وسط اللي ساير الكل زوار هذا القسم لم يخفوا سعادتهم بعيش هذه التجربة الافتراضية التي لا يمكن أن تحل حسب البعض محل الفن السابع احتياطات عديدة اتخذت بهذا القسم للتوقي من فيروس كورونا وضمان نشاطه في ظروف طيبة موجودة الاحتياطات موجودة فيما حاجة تتحط بينك وبين الاباري يعني في العيون قسم الواقع الافتراضي أتح الفرصة لطلبة المعهد العالي للفنون والحرف بجابس لإعداد أفلام في الواقع الافتراضي وخصص جائزة للفيلم الفائز في هذا المجل نهاية النشر مشاهدين الكرام ونذكركم بعنوينها جائحة كوفيد تزداد حد مع صعوبات اللوجستية التي تشدها عديد الولايات وآخر حصيلة للضحايا تكشف عن مائة وخمس وفيات وأكثر من الفين وثلاثمائة واربعين مصابا في آخر أيام اختبارات البكالوريا عديد المترشحين لدورة الرئيسية وإطارات التدريس يعربون عن ارتياحهم للمواضيع وللظروف الصحية التي انعقدت فيها انتلاقوا أشغال مؤتمر برلين اثنين لتثبيت الاستقرار في ليبيا وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة منها وتونس تواصل حجد الدعم للدولة الجارة ونشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على موقع التلفزة التونسية شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة